يا صباح الخير يا صباح الهنى ويا صباح الساعة ازايكم احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا يا رب كلكم تكونوا بالف خير جمعة مباركة علينا وعليكم على الامة الاسلامية اللهم امين يا رب العالمين في بقى شوية هوا كده في البلكونة وانا صح يا بدري بقى وعندي شوية نشاط كده دعوتكم يكملهم على خير لان النشاط ده بيجيلي يعني كل سنة مرة يعني شايفين اليوم حلو جدا بسم الله ما شاء الله يا رب يجعل ايامنا كلها خير وبركة وسهنة وسعادة ان شاء الله تعالوا بقى نشر مع بعض شوية غسيل كده شلت الهدوم اللي كانت على الحبال وهنشر شوية الهدوم اللي انتوا شايفينها معايا دي تمام كده تمام كده لو انت اول مرة بتشوفي قناتي دفنة سفرة شيك مع وفاق الشيخ ان شاء الله يوصلك مننا كل ما هو جديد بس وتنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان تكون من ضمن متابعيننا الحلوين كده تمام نشرنا الغسيل بالشكل اللي انتوا شايفينه اليوم كله ما شاء الله ما تنسوش بقى تقطروا وتصموا وتصلوا على سيدنا يا رسول الله قطروا قوي قوي بالصلاة والسلام على رسول اللي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عدد خلطه ورضا نفسه وزنة عرشه وميدادك لماذا كده خلاص خلصنا شوية الغسيل دول لسه معانا برضو غسيل وش الغسالة شغالة ومش هتبطل تعالى اقولك بقى البرتقال اللي كنت بلعب بيها في المرجحة دي ليه انا بنتقيلة بها عشان الهوى الشديد اللي انتوا شايفينه كان بيطير ده حامل الالعاب كنت شارعين لولاده وهم صغيرين في المطبخ القديم كنت حطاها عندي في المطبخ بحطي فيه ملادين المطبخ دلوقتي لما جيت في الشقة الجديدة هنا جبته معايا وحطته في البلاكونة بحطي فيه الشربات والملابس الداخلية بتاعت الاطفال عندي حلوة جدا وبيحافظ على الشربات بتاعتي وبيحافظ على حاجات كتير قوي ممكن افتقدها الكرسي ده خل ليه في الذاكرة عندكم علشان خطر هنعمله عادي التدوير حلوة جدا وهيعجبكم هنا بقى الغسالة زي ما انتوا شايفين الغسالة بسم الله ما شاء الله شغالة وهنعمل بقى مسحوق تعالوا مع بعض نشوف التركيبة لنعملها مع بعض النهاردة موفرة بتوفر كتير معايا وبتقعد معايا فترة طويلة ممكن تقعد معايا شهر واكتر كمان وما بتكلفنش كتير بصراحة زي ما انتوا شايفين جبت كيس طايد اللي هو بتقريبا ستة واربعين جنيه او سبعة واربعين جنيه الغسالة بتاعتي زي ما انتوا عارفين وشفتوها دلوقتي من فوق اوتوماتي تمام وجبت كيس كسين من اللي هو باهي ده طبعا انا لسه اول مرة اشتريه بصراحة بس اه وانا في كارفور سألت اه يعني اه المندوب اللي هناك قال لي حلوة جدا ورغوته عالية وجربيه بصراحة جربته ممتاز الكيس اللي انتوا شايفينه لانا فتحها ده جربته كده غسيل بس الواحده بدون اي اضافات لقيته بينظف وبعالي الرغوة كمان وطول ما فيه مسحوق رغوته عالية اعرف ان هو بينظف على طول اه ضفت بقى الكيسين مع بعض اللي هو باهي وجبت كمان طايد يعني باهي اتنين كيس باربعين جنيه وطايد هنقول بخمسة واربعين جنيه كده معانا المسحوق اللي انتوا شايفينه ده بخمسة وتمانين جنيه تمام هنجيب كمان مكون تاني انا بحبه بصراحة وما باستغناش عنه في البيت حتى لو هستخدمه فرضاني كده ممكن هستخدمه في التنظيفات بقى غسيل حمام مطبخ في بلكونات برضو ريحته حلوة وبينظف معي هنشوفه مع بعض دلوقتي لكن خلينا مع بعض دلوقتي ماشيين خطوات الفيديو بتاعنا بالراحة كده وحدة وحدة ودايما لساننا عطر ورطب بذكر الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دايما على طول نكتر من الاستغفار في اي وقت واي حين لانه هو ده الشيء الوحيد اللي ممكن يخرجنا من اي ضغوطات بنكون فيها تمام تمام يلا بقى نشوف المسحوق اللي احنا خلطنا مع بعضه طايد وباهي هنضف لهم كمان مسحوق تاني انا باشتريه من عند محل المنظفات اللي جنبي بيجيب الاثنين كيلو تقريبا بيعمله خمسة وثلاثين جنيه حلو جدا اللي هو فل مسحوق ده فل الكيلو عامل سبعتاشر جنيه او سبعتاشر ونص حاجة زي كده يعني المهم الاثنين كيلو عامل خمسة وثلاثين جنيه وهناك خمسة وثمانين جنيه يعني الموضوع مش مكلف خالص 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 هنضيف الاثنين كيلو دول على اللي احنا اضفناهم مع بعضه طايد وباهي وهنعمل لهم دمج كويس جدا وده المسحوق اللي هيقعد معاك اكتر من شهر يعني كل التكلفة ما جابتش تقريبا هنقول اللهم صلي على سيدنا محمد ادي خمسة وثمانين وخمسة وثلاثين كمية ففة كمية جماعة احسبوا عشان انا سقط حساب كده التكلفة كلها مية وعشرين جنيه بس فقط لغير صح كده صح كده الموضوع مش مكلف خالص اه لو حسبتيها لو احنا انا كنت بجيب طايد لوحده في الشهر كنت بجيب كل اسبوع كيس اه او طايد او اكسي كيس بخمسة بتسعة واربين جنيه او سبعة واربين جنيه يعني كنت بجيب يعني معدل مية وتسعين جنيه في الشهر ولو جبت كمان حاجة تانية ممكن يعد كمان المتين تمام كده وفرنا اكتر من سبعين او ستين جنيه في المسحوق اللي احنا التركيبة اللي احنا عملناها مع بعض هنا بقى العرض اللي انتو شايفينه بتاع كيلوروكس ده كنت جايباها بربعة واربعين جنيه بضيفه للالوان والابيض وبيطلع معايا تحفة تعالوا مع بعض بقى ندخل على غسيل السجاد السجاد بتاعه نضيب بصراحة بس حسن هو مطفي كده وعايز ايه زي تلميع طبعا من اول الشتاء والجو بصراحة مش مساعد خالص ان انت تخسلي ده سجاد ولا بطاطين ولا تجديدي في اي حاجة بس قلت ايه هنغسله هنسيبه يصفي المية بتاعته خالص في البنيو لحد لما احس ان هو بقى خفيف جدا هرشره الهوى بينشف على فكرة جماعة برضو سواء فيه شمس او ما فيه شمس الهوى بينشف معنا تمام هنا بقى هبتدي ان انا اغسل بالمسحوق اللي انتو شفتوه التركيبة اللي انتو شفتوها معايا السجاد يبقى كده الغسلة شغالة وشغالين كمان غسيل سجاد وكمان الفيديو الجاه ان شاء الله عشان ما تقولش عليكم ان شاء الله هنزل لكم تنظيفات البلكونة وهنعمل بقى تنظيفات شاملة للبيت قبل دخول الشهر الكريم كل يومين تلاتة كده بعمل حاجة جديدة او حاجة مختلفة عن التانية علشان خاطر قبل دخول الشهر اكون زبطت بيتي ونضفته واستعدت كمان للطاعة والعبادة ان شاء الله مع بعض يا ربنا يا رب يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين اللهم امين يا رب العالمين ورحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين ورحم شهدائنا شهداء تركيا وسوريا في الفترة اللي فاتت كلنا علينا وتعبنا كتير قوي من الحدث العظيم اللي بجد زلزل قلوبنا وهو الزلزال ده ما زلزلش الارض لوحدها زلزل قلوبنا معاها ومن وقتها واحنا في قمة الحزن والاسع على اخوتنا اللي افتقدناهم لكن لحسابهم عند الله من الشهداء بإذن الله ربنا يتقبلهم ويغفر لهم ويجعلهم في صحبة الحبيب المصطفى واصحابه وآل بيته الكرام خلاص عشان ما اطولش عليكم في السجاد تعالوا بقى ليعمل شوية تزبطات كده في الريسيبشون برا علشان خاطر نستعد للشهر الكريم بقوة كده واستعدات تامة هنا بقى زي ما انتو شايفين على فكرة لسه نقلق قريب في الشقة وبحاول ان انا يعني كل فترة بعمل حاجة كده لاني بصراحة نقلت وبدأت الدراسة فوقفت كل حاجة ما عملتش حاجة بعد لما نقلت فمع بعض كده هنبدأ بقى نعمل تحديثات وحاجات جديدة كده في الشقة كله على عين الكتاجر زي ما بيقول زي ما انتو شايفين كان هنا في الشاشة بالشكل انتو شايفينه ده هنشيل الشاشة من مكان ده خالص هندخلها جوه في غرفة هنعملها زي غرفة معيشة كان فيها غرفة دي كانت غرفة للاولاد وغرفة تانية الهمسة طبعا صغيرة ما كانتش يعني بتخاف اصلا تباتلي وحدها لسه بات في حضن مامي المهم فانا جمعت الولاد ما شاء الله في غرفة وخليت بس سر واحد في غرفة المعيشة وحطيت ركنة كانت عندي جمان اضافية المهم ان انا عملت غرفة معيشة حلوة جدا ان شاء الله في الفيديوهات هتشوفوها معانا وهتعجبكم الفكرة هنا زي ما انتو شايفين شلت مكان الشاشة وحطيت الطبلوه الكبير ده منظر طبيعي شكله حلو جدا جبت بقى الطبلوهات اللي انتو شايفينها في الاركان دي لحد برضو لسه في تحديثات جديدة عايز اعملها برضو حاجات جديدة ان شاء الله نعملها مع بعض هنا بقى زي ما انتم شايفين طبعا زي حضراتكم شايفين كده معايا دي الستاجر اللي كانت موجودة عندي في الشقة هناك جبتها معايا هنا برضو لحد لما ان شاء الله لسه عندي سالون عايزة اشده كده وازبطه ولسه هناك برضو ده في بيت البلد هشده ان شاء الله وهنجيبه هنا مع بعض وهنفرش ان شاء الله كل حاجة كده واحدة واحدة وبرحتنا بس وعد ده كله بعد تقريبا يعني ممكن نقول ان شاء الله اذا ربنا احيانا بعد انتهاء الترمي التاني لان بصراحة مضغوطين جدا جدا في الترمي ده وانتو عارفين مدته بتبقى صيارة والاباء والقمهات بيكونوا مضغوطين فيه بصراحة ويصلح لهم حالهم ان شاء الله هنا بقى ازاي ما حالتكم شايفين ده مكان كان فاضي في الحيط كده فحسيت ان هو يعني مدي فراغ كبير حاطت فيه الطابلو ده عجبني جدا ان الشكل بتاعهم كانوا طولة طابلوهات مع بعض كل شكل مختلف عن التاني فحسيت ان ده انسب شكل وانسب لون مع استطارة تعالوا بقى مع بعض هنا بقى نروح على الركنة ونشوف القرفف اللي انا اللي انتو عارفينها طبعا دي معروفة دي بلاستيك فيه منها الخشب وانا بشتري الفرش بصراحة لقيته غالي جدا فقلنا نركن الخشب ده على جنب ونجيب القرفف البلاستيك دي تدينها منظر وحاجة شيكة ونعملها احنا بطريقتنا كمان مش هتكلفنا اي حاجة هتشوفوها ان شاء الله معايا في الفيديوهات الجاية فيه عشان تشوفوا معايا الشكل الفينيش النهائي لكل حاجة بعملها كله معاكم باذن الله طبعا بوسي محتارة تعمل معايا ايه ولا ايه غسرت معايا السجاد ونشرت معايا وعملت معايا كل حاجة زي ما انتم شايفنا كده كل حاجة دايما تكون حتى البصمة بتاعتها معايا هنا بقى طبعا حبيت ان انا اوريكم الطابلوهات دي تبقى دي الطابلوهون التانين اللي الطابلوه اللي جنب الستارة كان منهم ده شجرة الكريسموس لسه موجودة وده الفينيش النهائي للصالة انتظروني الفيديو الجاي بتنسيش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واشوفكم ان شاء الله على